موسيقى والله يحرت في الدبارة كل يوم ونلوش بشان طيب اليوم هو عندي طرف فلفل عنده نهارين ملي شريته وخليني نطيبه قبل ما يفسدلي كيف عندي المفروم شريته البرح وعندي الزيت متع القليل نلقاهو في رجلي الكعبتين تماطم وعندي بصلة نمشي نعمل فلفل محشي وكهو سهل يجيني في طاير قمقوم وبني نمشي نشري توقش نقصني قصني شوية مع النوس ونزيده كعبت تماطم ونزيد نمشي نشوف خزينتي شنوانيق ساخر ونمشي نقضي وبعد نرجع نطيب فطوري ومشي نعمل طرف خبز الدياري الا هو الفطور احضر ومن الوقت هذي نشوف نقاشي حويج اخرى نزيد عليها اسلامتكم مرحبا بكم في كوشينتي فيديو اليوم ما يشكل عادة حبيت النوع شوية ونشارك معاكم حيرتي اليومية متع ايش باش نطيب وحيرة انسي لكل حاسيد وحنا كل يوم اللوجو في دبارة كيف ما تشوفوا اختارت الدبارة عندك الفلفل وطاوة مبقى كامش نمشي نكمل مشيت لوروسبين هنا بحذيه 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 والحاجات الي نقسيني في الداء والبنات الي في تاليا وبحذيكم لوروسبين نصحكم بالروس هذا جربوه بيهي برشا ما يعجنش ويجيكم كل كعباء واحدها انا جربت انواع اخرين الحق ما عجبونيش نحسهم يا عجنو ما ذيكا احسن روس لما حاله هي في الوروسبين عندها بارش انواع انا جربت كان هذيكا انتو ما كان جربت ولا بنات انواع اخرين قولوا لي انا هو البيهي واللي عجبكم هنا مشيت للخضراء باش نكمل الخضراء الي نقصني حسلوا احسن ريو عندي اللي هو الخضراء نشيخها عكل الالوين نحسها اترتاح العينيين تبدأ ملتي كولور من الغلاء للخضراء شوفوا محلي هم اكل الالوين وهنا مشيت باش ناخو الباتفويتين وكيف كيف البنات تجبن هاذا زيدا تحفون المونزاريلا ننصحكم بهم تعلو روسبين حتى كانت يخلو الكبيرة تنجموا وربيوها وحطوها في الكونشيلاتور وقت لا تستحقوا ايج بدو ما يجرى لها احد شي وهنا هذي الدورة الصغرونة وبنوتي كالعادة دي ممهب لتني تحب لي تقيس لي البوطس متع لوليتس لما حالة عملت بكم اينا دورة جو تصغرونة مش كبيرة برشة هنا كملت قضيتي مشيت للكيسة وهنا روحنا وقتلك ما نخرج كان بالكواد متاعي لما حالة اينا اخير لي باش ما نقعدش محملتها في الثنية وهنا روحت للدويرة مبقى كان باش نفرغ السوايك والقضية متاعي باش نبعد كان نحط في توري نفهم روحي وتبدأ كل حاجة في بلاستها وطواء مبقى كان باش نبدأ نحضر الحاجات اللي نستحقهم للفلفل المحشين بتاعي هنا عملت الشابلور وغربلتوا باش ما تقعد ليش فيه اكل كعب الحرشة وطواء لميت اكل خوبز اللي هبط لي الكل وطواء باش نحضر الخوبز الدياري هيدا خوبز الفرينة البنيت بليش عجنين بنين برشة ويجي فيه واحنا نصحكم جربوه صرتوا طواء سيدي رمضان على البويب لازم اكا ريحة الخوبز البنينة في الدار باش نحسوا ريحة رمضان هنا خذيت المنظر الامتاعي وربيتها وطواء خذيت رويس البصل وقصيته باش نرتاح منه وذي الماكينة تحفونا برشة ترتاحكم ما كدو موه متاع البصل وطواء مشيت باش نقص الفلفل امتاعنا وهوك الفلفل دي ما خلي اكل فقانية كتر بوشة باش نبعد اتزينوا بيها تعطي منظر في التقديم وهوك ندوم اشواء لكم كين ما تحبوهاش قصوا كيف ما تحبوه انتوما هنا دي ما تعجبني الفلفل هكا الصغير لالوين يعطي منظر في التقديم باش نطيب الحمام تاعنا نستحقنا الفيح باش ناخوين نفوحوه بشوية ثوم شاي حكا ما عندكم شعمل الكعب وقصوه جويد وقصوه وفرموه وشوية نوال موسكات وشوية زنجبيل شوية فلفل اكحل شوية تابل وقروية شوية فلفل احمر وشوية زلزيتونة وباش نملحوه شوية وهذا من الفيح امتاعي اللي باش نفوح بيهم الحم مفروم وطواب باش نبدأ ونحضروا الفيح امتاعنا اخذيت القليه حتيت فيها شوية زيد شوية ابصل على محال الراس قسمتو على زوز شوية باش نحطو خاطر في السوس وشوية للحم المفروم وهنا فوحتو الحم من كل حاجة شوية شوية وهوكا الكونتيتين بتاع له فيه عينكم ميزينكم وحسب الكونتيتين بتاع الحم اللي باش تحطوها انا نزيد فيه الروز باش يعطي فوليوم باش يجيكم برشا انا حتيت فنجين كيف ما شفتو روز عاليه زوز كسين وشوية ماء وتحطوه عالجاز اي تيب انا حتيت طنجرة اخرى باش نطيب فيها السوس حتيت الزيت واشتر راس البصل وطواب ارجعت للحم المفروم وكاديما انزلوا عليه وحلوه باش ما يكعبلكم ويجيكم الكموتة واحدة هنا حتيت المعدنوس في بالي مشيت باش نشري زعماء مع النوس اخي مالقيتش الفرش كواليتش ريت كونجولي وهني روز اي قاعد يتيب وطواب ارجعت باش نكمل انحضر الطماطم اللي باش نطيب بها السوس ديما اللي بنتمضى بكم كيت طيبوا سوس حاولوا الاغلبية بالطماطم الفرشكة تبنن السوس انا حتيت هنا في بلي باش نرحيها اخي حاسيتها جيت حرشة شوية وهاوك الطماطم حطوا اربعة خمسة كعبات عينكم ميزينكم وكل عادة كنت يتيب حسب العيلة متاعكم وكينكم راس ورويس اربعة كعبات هنا ذبلت البصل المتاعي وصبيت الطماطم هنا كملت ربيتها بالنسيت اسمها حاسي لو انبعض قولولي في الكوماند شني يقولولها وتوا باش نفوح تنزرتي حتيت مغرفة طماطم معجونة شوية فلفلكحل شوية زنجبيل شوية تابل اوكروية والهريسة العربي امتي اناك العادة اللي تبن الميك لو حتيت شوية مي مش برشة الميه خاطر الطماطم باش سايب المي بتاحها هنا الخبز بتاعي اخمر ومشيت باش نشكلو باش نرتاح منو هنا هكا حتيت الفرينة وهوكا تفرجوا في الفيديو متاع الخبز هاتتشوفو الطريقة بالتفصيل وقداش يرتاح وقداش يقعد مدة باش يتيب هنا عملت الاشكال امتي اي نحب ديما هكا ننوع في الاشكال باش نبعد تعطي منظر وهوني انشكل في الخبزة في شكل ظفرة جيتني مع وجاولي تحليتها وعودتها من الول جديد ندفنن عليها وهناك حضر الخليط امتي عن الكل وخليطو برد شوية صبيت الروز ما صبيتوش على محالة الكل الروز هاوكا عينكم ميزينكم وزيت مغرفة وشوية شابلور وهناك حتيتها معاهم شوية زيت زيتونة وزيت شوية مونزارلة وشوية اجبن غريير وهوكا جبونيات البنيت كان متحبوش موس لازم تحطوه انا يعجبني اجبن ديما حتيت ملو العظمتين ومبعز يزيتهم عظم اخرى معتها الكل في الكل حتيت ثلاثة وهوكا الكونتيتين متاع العظم يعينكم ميزينكم انتوما والكونتيتين متاع الخليط وكيتحسوه تلم وشدروحو وجاربو هكا بيديكم حطو كعبورة كانت لمت مع نتايزي هناك حتيت الحشو متاعي فلفلفل الكل وتواسخنت الزيت بالكديق وحتيتهم اقلبوهم هكاك على فمهم باش يتيبو ومبعز ما يخرش الخليط منهم هكا كيف ما تشوفو حتيت الكعبات الكل هكا مسيسوهم ملول كيتحطو خليوهم لين يحمرو شوية ومبعز اقعدو دوروهم عشيرات الكل لين تحسوهم طبو شوية وشوفو العمل اللي عملت هي اللي بانوتي حاصل الخبز خمر محليه تعمل هكا وتغرسلي فيه سباح الكل على دريج خرجت ورجعت الكوجينة نلقاها نظمت له جوت شيخ على حاجة اسمها خبز كل ما تراني نعمل في الخبز تجيب الكرسي وتطلع وتحب تعجن معايا نولي نعزيها ونقول خليها تلعب حاصل مشي في بالها صلصال كل ما تراني نعجن تقول لي صلصال نقول هاي بنتي اراه خبز دخل كله صلصال جربت مرة طيبت لها صلصال مشي في بالها كل ما ترى الباتس هذي كبات صلصال وهوني حضرت صليتها فوحتها حتيتها في الصحيينة رشيت عليها شوية طن وهو كانتوا ماء الزينة زينو كيف ما تحبوا انتوما شوية زيتون وتوى فليفلاتنا تعبوا وكيف كيف السوس حضرت ما بقى كيمش ندخلهم شوية للفور هني اخذت الفورمة صبيت فيها شوية السوس ما صبيتهيش الكل وباش نحط مبعد الفلفلات من فوق وهوني اخبي زيدي كيف كيف طابوا على ما حالا خفت لا ما يتنفخوش اما حمدو الله طابوا بالباهي وتوى اخذت الجراينات كيف ما تشوفوا حتيتهم فوق السوس كعبة بحضة اختها باش تهزهم الكل واخذيت التربوشيت متاع الفلفل اللي قصيتهم من اللوت لما حالا اشتر قليتهم في الزيت واشتر حتيتهم في الفور وهني عمرت الوقت في الكفور متاعي حتي 180 درجة 5 دقايق والفور انا بتبيعتو السخون كان في الخبز وهو كانتوما كان فوركم مش سخون سخنوه قبل وتوى امشيت باش نحضر الجو متاعنا عندي بانان وكعبة كيوي وكعبة بورك دين قلت نعمل بهم جو افري وهو كانتوما حطوا الغلاء اللي متوفرة عندكم فالدار ولي تحبوا انتوما شواليكم هني زيتهم شوية الثلج حتيت السكر وانبعض ارحيتهم وكيف كيف زيتهم شوية ماء وطوا ما بقى كامش نعبيهم فالكسين امتاعي حبيت نبدل اليوم حتيتهم في هيدهم باش نعمل طاولة مع الوين الفلفل وهذا فليفليتنا طاب وعلى ما حالا زيتهم هنا اكثر من خمسة دقايق باش طابولي اكل الشاب ويتلي من فوق على ما حالا عجبوني مقليين اشاب في المنظر وهو كانتوما بعض شواليكم تاجموا حتى ما غير ما تدخلوهم من فوق جوز تقليوهم فالزيتهم بعض حطوا صوصم تاعكم وتاكلوا باش فيه وهيدي سلايتا متاعنا كيفش كامل زيت انتهازتها شوية جبن وعملت طماطم قصيت هاك الوردة وهيضم اخبي زيتي اللي بنتي املع ميل غفصة هوملي وهيضا جيوم تاعنا وهيدي طاولتي كيفاش قدمتها لكلها الوين محليها اتحل الشيهية كاومنظر مزيين فوق الطاولة وفي طاير قام قوم يعمل ستة وستين كيف نجمو حتى الفلفل قدموه واحدو من غير السلاطة دي جا متكامل وفي كل شي وهذا عشان امتاع اليوم وان شاء الله يكون اعجبكم وما تبخلوش علينا باللايكات وان شاء الله نتقابلو في وصفة جديدة وفي فيديو جديد وكان اول مرة تزور قناتي متنسيش باش تشترك وتفعل الجرس اللي بحسبوني باي باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة